السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشراكم البنات وش حوالكم إن شاء الله تكونوا بخير مرحبا بيكم في الفيديو جديد إن شاء الله تكونوا كامل لباس مرحبا بيكم في الفيديو هذا جبت لكم روتيني تحفيزي اليوم كامل وشة درت فيه إن شاء الله يعجبكم وليعجبها الفيديو متنساش جامل الفيديو متنساش تحليق بيش يطلع لنا الفيديو ونبدأوا هنا البنات كما راكم تشوفوا بديتوا بالك cuisine بتسيق تعال الكوزينة كيما تعرفوا الصباح تنضي صباح التغسيل لما عن آآ تشرب قهي وتكسح تزيدي تنضي لما عن تغسلي انا يعني بما انو انا وبنتي آآ انا اروح لها الكوزينة وهي تحكمت ديها هنا اليوم درنا تفح فيها للكوزينة واش راح نقول لكم لبنات بديتها يعني بتسيقها كيما هيك و تعرفوا لبنات كل يوم الخدمة كل يوم آآ خدمة جديدة كل يوم حاجة جديدة كل اليوم رانا خاصة الكوزينة راي ما ما تفضش خدمتها طول ولا غير تدخلي لها من الصبح ما تقدرش تخرجي منها حتى تغديهم وتكملي تزيدي تغسلي لما عن وهكاكا وكون زيدي تقعد يعني زيدي تقعد تعافري فيها آآ دايما لازم تكوني واقف على دارك لازم تكوني دايما منظمة حالك بيش تقدري تنظمي خاصة اللي عندها العايلة كم تعرفوا اللي عندها العايلة دايما الخدمة حياسر دايما حويجها ياسر دايما كل شي يعني آآ خدمتها بالياسر أنا صباح البنات كي نوض نبدأها طول كي ما قلت لكم بنتي تحكمي جهة على الكوزينة وانا نحكمي جهة آآ تحكمي جهة على الشنابر والصالو وانا نحكمي جهة على الكوزينة باش نكملوا مع بعضانا يعني والله ما تعرفوا البنات الخدمة على دار ياسر لازم كل واحد يعني كيفاه ينظم دار طاعه باش ما نظلش الخدمة يعني كل يوم ونورانا نعودوا في نفس الروتين نفس الخدمة نفس الشي هنا شوفوا البنات كيفاه فحفحت الكوزينة تاعي بعد ما سيقتها وهنا بعد ما كملت سيقتها وجدت كلش هنا راح نرجع للغداء تاعي وجدرت ليهم راح نديلهم معكم شاور ما آآ عندي عندي نص صدرت على الجيش لبنات لازم تكون وحدة يعني قارزة في دارها فحلا تعرف كيفاه تصرف وخلاص آآ كي ما تعرفوا آآ آآ نظلوا نخموا على الغداء على الحشاء شوفوا هنا وجدرت درت نص صدرت على الجيش بركة وتشوفوا كيفاه راح يطلع لي يعني اغداء صيفي بامتياز يعني وجبة صيفية بامتياز هنا كي ما قلت لكم درت ليزي بيز درت آآ 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 شوية فلق حل شوية فاح راس الحانوت آآ آآ شوية خل آآ آآ شوية هريسة شوية طماطم وملح وخلط كل شو مع بعضها وخليت على جيها حطيتهم وسني سنينات تعثوم يعني غير زي سنينات تعثوم ما كثرش الثوم انا ولتي محبوش ريحة تعثوم آآ يعني انتو ما الكالقونتيتي اللي عندكم الثوم وليزي بيز كامل كي ما بغيتو انتو اللي عندها الزنجبي اللي عندها راس الحانوت اللي عندها آآ آآ الفلفل لاحمر ثاني تيك هذو ما كله يجو في آآ يعني تعال التوابل اللي جيكم بنينا بها انا ما عنديش كيمة زنجبيل والكوركم هذو كامل ما عنديش درت غير الشي اللي عندي فالدار يعني ما نكلفش روحي حاجة اكثر كي ما يقولوا ما كانش حاجة نقول ما نخدمش هيكل حاجة لا انا يعني عادي خلاح نخدم وهنا جيت درت كمية تعروز درت كيس تعروز ودرت معاها ثلاثة كيسين تعماء وحطيتهم آآ حطيتوا بعد ما غسلتوا يعني بالطبع غسلتوا مليح وشللتوا آآ هنا نحكوا شوي بين يديا ومبعد نحطوا نحي نسيح الماذاكا ومبعد ندير ثلاثة كيسين ماء ونحطهم على النار يتغالا حتى نشوفوا طاب مليح مليح ومالأحس اللي بنات استعملوا الرز اللي مش يمفور ولا رز بسمتي ثانية كذا كيجيكم مليح ندير كمية تعمل هيكا وندير معاهم نتشاف الفلاك حل خلاح وندير آآ سنة تعثوم نقسمها على زوز ونحطها بش تبنى اللينا هنا رجعت وش راح ندير راح ندير للسلاطة شوفوا اللي بنات درت هنا سنة رية ودرت بطراف طيبتهم مع بعضاهم بعد ما كن نقيدهم يعني غسلتهم مليح مليح ومبعد نحطهم في كسرونة آآ ونحطهم يطيبوا على نار آآ متوسطة ونخلوها حتى يطيب نجيبوا بعد ثانية كالبنات دايما نلموا هيكا نديروا في في سحن ولا في ساشي نقوا الخضرات تعنا باش دايما نتخلوها دنيتنا نضيفها ما نخلوش يعني نظلوا نسيحوا في اللارة فوق البوتاجين وبعد نولوا نلموا نكثروا على رواحنا التعب هنا حطيت كيما قلت لكم البطراف والسنارية تشرشموا ورجعت ننقي البطاطا باش نقلها ننقيها كينا واحدة طريقة لبنات تقدروا تستعملوها عناتت هالي واحد الأخت هيكا ديروا تحكموا الماء تغالوه تحطوا فيه شوي ملح تنقوا البطاطا تعكم وتبرجوها ومباعد تحطوها فيها لمدة عشرة ولا خمسة عشر دقيقة رح البنات مباعد تعطيكم موحد القرم عشا من الفوق ومن الداخل جي تريخ له وما تكلكمش الزيت أنا كيعدت زربانة يعني اليوم وكان عندي هنا البنات الماس وكان عندي ولد عمي يخدم لي كيما قلت لكم من قبل رحلية متل جاية نعطي لكم مش خدملي دركوا تشوفوا لبنات هنا قلت خلي ندليهم الغدا هذا خفيف الضريف تعرفوا ليجين تعذركم ميحبوش الحاجة تعالعاجين ميحبوش يحبو هيك حاجة خفيفة وخمم دقلتوش رح ندير المهم نسلك راسي وخلاص يعني كي تعود عندكم هيك ضيف ولا خاصة كما تعرفوذها ليجين تعذركم ميحبوش يقولوا الحاجة تعالعاجين وذاك حاولي أنك تدير يحويش خفيفة كيما هيك احنا بعد ما طابلنا كلش طيبة الشاورمة تعي قليتها زيت قليت البطاطا الروز تعنا طاب شوفوا لبنات الروز وش حكم درتليه درتلي شوية مايوناز نحيتها كسنات تعثم طيشتهم ودرت له شوية مايوناز ومبكري كما شفتوا ودرت فيه الملح احنا درت السلطة تعي خضرة شوفوا لبنات يعني متنوع من كل حاجة يعني كل حاجة درت منها شوي هنا هاي الشاورمة تعنا طابت احنا البلا هذا البنات يعني حتى تعودوا يعني لوليداتك مبركة تيروهولهم خير ما طروح تشروهم البر ومعن بلكمش كيفها طيب كيفها يعني موجد تكون طابق صحين ضيف في دارك توجديه لوليداتك هناك كما تشوفوا قليت البطاطا زدت حطيتها معاهم قررت البصل سنارية هذيك اللي طيبتها ولا زرودية زدت حتى هي قررتها صغيرة البتراف كيف كيف البصل كيف كيف يعني حطيت كل طبق حطيت كل حاجة حطيت منها شوية شوية وتشوفوا لبنات يعني غير كمية قليلة والله دارت لي زوز بلاوات ودركوا تشوفوا البلاوات يعني سحن تعيره وكبير خلاه هنا درت كمية عطم عطم ثاني تكحطيتها وهذا مكامل لبنات درت لهم الخل درت لهم ليه فينيجرات يعني دار الخل والزيت وشوية سكر شوية ملح ويعني وداويتها من قبل ما نحطهم كما هكا شوفوا لبنات يعني الطبق هذا متنوع من كل شو راح يجيكم ابنين ابنين ورغم غير ديروا يعني راسة نارية واحدة راسة بطراف واحد زوز كعبات بطاطا شوية روز ربع حطة ربع زدرة على الحم يعني كما تشوفوا الكمية هذي تغدينا كلها يعني قريب حنا ستة في العيلة ربي يبارك وشوفوا البلاوات عيزي مهجا وامبعد هنا نزيد نجيب كمية مايونيز نزيد ان ندير هنا شوفوا الفينيجرات زيت شوية زيت لها السلاطة البطراف للسنارية زيت لهم شوية وهكا بنولي ناقصين زيت لهم غير شوية للبسلط ماطم هنا هاي وليكم طبق تاعي وهنا كترت كمية مايونيز حطيتها على جهة ليحبي يزيد المايونيز وهنا نزيد نزيد نزيدها من الفوق بكمية مايونيز وشهيدكم في الجنة البنات ان شاء الله تعجبكم الوصفة هذي وصفة صيفية اا اقتصادية وبنين بنين اخلاح يعني غير عرق 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 حاجة 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 وانت هي مطيبة غداك بربع ازدر جاز شفانتك غالي انا عندي ضياف على هذيك درت نص ازدر بس حلي يعني تعد هي يعني غير انت هي العيلتك صغيرة تديري غير بعض ازدر جاز وانت هي خدمة خدمة الطبق تاعك هاو طبق تاعنا بعد موجد ان شاء الله يجبكم الابنات شربو وصفة اقتصادية مع شوية غزوز شوية خبز ورب يدومها نعمة وحفظها من الزوال هذا هو الغداء تاعي لبنات حبيت نشاركو معاكم باش تدو يعني افكار اللي تحبت طيبها حتى للاشاتجي خفيفة مع انو عروز تقدري ما تديريش الكسرة خلاها غير تزودي كمية عروز ويكون الطبق تاعك واجد وهنا تشوفو لبنات ما بقالي غير نقول ليكم ااا لي يعجب هالفيديو ما تنساش تخليلي جامل الفيديو وتخليلي اشتراكه لي ما زلت مشتركتش تشترك وتفعل الجرس ونقول لكم في امان الله وته الله وفروحكم في فيديو جديد بإرني الله سلام